استقبل رئيس مجلس الأمة صالح كجيل صباحة السبت رئيس البرلمان الأفريقي تشيف فورتين شارمبيرا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جزائر خلال الفترة الممتدة من 28 جنوبي إلى 5 فيفري الجارية حسب بيان لمجلس الأمة وتطرق طرفان إلى القضايا التي تشغل القارة الأفريقية وما يستوجب الإيتان به في سبيل النهوض بتطلعاتها حيث تفق طرفان على وجوب تفعيل آليات عمل البرلمان الأفريقية وعلى أهمية تعزيز قدراته لواصل مهمه في خدمة القارة والشعوب الأفريقية كما جدد صالح كجيل تأكيد على الركائز التي تبنى عليها الدبلوماسية الجزائرية والقائمة على احترام سيادة الدولة ونبذ التدخل في الشؤون الداخلية للغيرة فضلا عن دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها والجهود الرامية إلى تصفية الاستعمار في أفريقيا والعالم وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الهيئة الأممية